ولكن ما بدأ احتمالية الانتقام الإيراني على خلفية ما حصل مؤخرا على اعتبار أن هناك تصريحات سياسية إيرانية تؤكد بأن الرد الإيراني هذه المرة سيكون قاسي إذا كانت إجابتك نعم ما نوع الرد الإيراني كيف سيكون شكله على اعتبار أن هناك أيضا نوع من التناقض في التصريحات في الداخل الإيراني من هنا تقول سننتقم ومن هنا تقول بأنه إذ ما الدول الغربية خففت أو أزالت العقوبات المفروضة عليها فإنها ستلتزم بحصتها وستلتزم بمحددات تخصيب اليورانيوم كيف تعاقب؟ عندما صرح القامينئي وقال أنه يجوز مهادنة العدو الإسرائيلي سياسيا وعسكريا ليصرح بعدها الرئيس بيزيشيكيان بأن إيران والشعب الأمريكي وأمريكا هم أخوة إذن عن أي رد نتحدث هنا؟ أعتقد أن إيران ما تبحث عنه وليس في كيفية الرد بل في كيفية رفع السعر لعملية المفاوضات التي تجريها بطريقة غير معلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة منها لقطف مسألة المفاوضات النووية قبل الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر القادم لأنها تدرك إيران تماما أن أي خسارة للحزب الديموقراطي أو للإدارة الديموقراطية في هذه الانتخابات يعني حتما القضاء بشكل نهائي على الحلم النووي للجمهورية الإسلامية هناك لا نبرح الجمهورية الإسلامية الإيرانية دكتور ميشيل كذلك هناك استنفار أمني كبير في إيران صدرت تعليمات للقادة الإيرانيين من قبل الأجهزة الأمنية بضرورة الابتعاد عن هواتفهم وتسليمها لجهة معينة لفحصها والتأكد منها وكذلك تفعيل ستارلينك من قبل واشنطن في اليمن هل نحن مقبلون على حرب تكنولوجيا سبرانية كبيرة يعني ضد محور المقاومة ولن تكون الغلبة لمن لا يملكها اليوم التكنولوجيا تفوقت على الإيديولوجيا أستاذنا العزيز أستاذ تامر التكنولوجيا اليوم هي الكلمة عفوا أستاذ سعد الكلمة اليوم الفصل هي للتكنولوجيا وليست للإيديولوجيا الإيديولوجيا اليوم لم تعد نافعة في ظل هذه الحروب في عصر الذكاء الإصطناعي انتقل المحور ممانع من الهاي فريكنسي تسمى في عالم الاتصالات إلى اللو فريكنسي ظنا منه أو باعتقادهم أنهم يستطيعون تجنب الإغتيالات التي كانت تحدث عبر شبكة الخلوي والتي شهدنا منها مقتل أكثر من 400 قيادة لمنظمة حزب الله في لبنان باغتيال المسيرات انتقلوا إلى اللو فريكنسي فابتنا نشهد اليوم عمليات التفجير التي حدثت على البيجرس وعلى الأجهزة التوكي ووكي كذلك في الجمهورية الإسلامية في إيران الخوف والذعر دب هناك وباتوا يتفحصون هذه الأجهزة خوفا من أن يكون تم اختراقها وأنا لا أستبعد هنا احتمال أن يكون هناك اختراق أمني داخلي داخل منظمة حزب الله وداخل الجمهورية الإسلامية في إيران وإلا كيف تم الحصول على هذه الشفرات التي لا يمكن الحصول عليها فقط عبر المسألة السيبرانية هناك توأمة بين ما هو أمني وبين ما هو سيبراني هذا عمل مخابراتي السيبراني بامتياز